يشهد العراق ارتفاعاً غير مسبوق في نسبة الفقر نتيجة سوء الإدارة والفساد الحكومي وزارة التخطيط قالت إن نسبة الفقر في العراق ارتفعت لأعلى مستوياتها لتصل إلى 30% لسيما بعد سيطرة تنظيم الدولة على العديد من المدن العراقية عام 2014 وانخفاض أسعار النفط نسبة الفقر في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة تجاوزت حاجز الـ 40% فيما وصلت في بغداد إلى 13% وفي محافظات الوسط 19% والمحافظات الجنوبية 31.5% بينما بلغت في كردستان العراق 12.5% النسبة الأكبر كانت في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين نظراً للدمار في بناها التحتية العامة والخاصة جراء العمليات العسكرية ضد مسلح تنظيم الدولة مدير برنامج الأمم المتحدة للإسكان في العراق عرفان علي أكد أن 19% من الدمار الكلي للعراق حدث في قطاع الإسكان الأمر الذي أبقى أكثر من 2.6 مليون شخص في مخيمات النزوح أما لجنة الإنقاذ الدولية فقد أكدت أن العراق يحتاج للمزيد من المباني والطرق للوقوف على قدميه مجدداً إذ ما زال أكثر من مليوني ونصف مليون شخص مشردين في العراق يعيش أكثرهم ظروفاً صعبة في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة اللجنة أشارت إلى أن أكثر من نصف سكان مدينة الموصل عاطلون عن العمل بينما يفتقد ما يقرب ربع الأشخاص في مدينة القائم غربي الأنبار للهويات والوثائق الثبوتية التي يحتاجونها للحصول على المساعدات الحكومية وإرسال أبنائهم إلى المدارس والتحرك بحرية وبرغم حديث الحكومة المتكرر عن طرحها استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر والتخفيف من وطأته على المجتمع إلا أن المختصين الاقتصاديين يشككون في جدوى وفاعلية هذه الاستراتيجية بسبب الفساد الحكومي وسوء الإدارة وعدم بناء هذه الاستراتيجية على أسس اقتصادية عالية ترجمة نانسي قنقر